تدبيرات الزواج في اعدادات للزواج هو الزواج حتة واحدة لقيت واحدة بحبتها وحبتني وعنا مع بعض وكل شيء نخرج نشرب اتنين عصير مع بعض ونفت في بعض وحب في بعض وحنعمل إيه لك؟ حنتجوز يعني حنتجوز حضرتك رايح تخطب حاجبش تغل إيه؟ ربنا يسهل طب لما ربنا يسهل تحالب تحالب يعني طب دخلك إيه؟ يا حامد ما تقول إيه بقى؟ كلها كانت صغير أيوة تفتح بيت منين؟ وبعدين حد يقول يا بنا بالإيمان يا بنا مش أنتم بتعلموا بكده؟ أي يا عم أنت بتدخل ليه دي دينا؟ مالدة ومالدة في حاجة اسمها احسك حساب النفق أيوة دخلك كام هتعيش تفتح بيتك بكام أما دنيا صعب أما نحن فيه دنيا صعب أيوة دنيا صعب معاك كام بتجتهد؟ طب اشتغلت؟ طب دخلت كام؟ يعني دخلك ألف، أثنين، ثلاثة؟ يفتحوا بيت؟ مش جدي مثلا قلتلك لا أنا عاوزك تكون دخلك على قل تلاتين ألفة في الأول ليه ما حصلش؟ لكن ما بتشتغلش وتعلق البنت وهاتك يا حب تقطيع وبعدين انهرته من بعض طب، أيوة دخلك ايه؟ هاتك يا أوكي، موافقين يجوزك ها؟ ما هنحنساعد بعض؟ ها هي بتشتغل يعني؟ ها أوكي؟ يعني هتعدامل على شغلها؟ هنفهم اتنين يشتغلوا؟ ماشي، أوكي، لكن استقرار وظيفي، عندك وظيفة؟ عندك دخل؟ ولا لأ؟ ويستدبحها شوية حاجات طبعا، وبدون مبالغة أنا مش هقول لك هاتل يا عام شقة سبع قوط لكن حاجة تعيشوا فيها فيه تفاهمات بقى في كده بس فيه حاجة اسمها تدبيرات الزواج فيه إعدادات للزواج هو زواج حتة واحدة، لقيت واحدة بحبتها وحبتني وعنا مع بعض وكل شيء نخرج نشرب اتنين عصير مع بعض وانفت في بعض وحب في بعض وحنعمل إيه لكن حنتجوز يعني حنتجوز وانبهد المشاعر بعض بتضيع على نفسك فرص وبضيع على نفسك فرص استقرار الوظيفي ده أمر مهم جداً أيوة صلي واطلب وربنا يعينك وتشتغل شغل أنا واثنين وأنا بشجع أو الشباب يشتغل ويقتهد ويعمل مشروع صغير ويشتغل هنا وهنا وهنا ويبع عنده حاجة حلوة وجميلة بيشتغل من أجلها يعقوب يشتغل لأجل رحيل كم سنة هم؟ هو كان داخل على سبعة ووصل لأربعتاشر هو داخل على سبعة واتدبس في ليه وبعد كده خده رحيل يعني باربعتاشر سنة كان عامل ايه؟ شقة تعب فيه تعب أيوة طبعاً استقرار الوظيفي ده أمر مهم جداً آخر حاجة اسمها الوقت المناسب ومنقول جنبها الموافقات يعني أهلك وأهلها أبقى اللي اعترافهم موافقين تلاقي كده فيه روح كده كله موافق فيه راحة بتعودوا مع بعض مرة اتنين تلاتة تبتهموا فالدنيا يبقى فيها إبول فالدنيا تبقى ماشية ده اسمه اللي بقى الموافقات على الوقت المناسب نعلن انت مضوح حلو زريف لطيف لكن أهلك بيقولوا لك لا أهلك بيقولوا لك لا أبقى اللي اعتراف بيقولوا لا الباب مقفول حاجة جوزها إيه اللي عند ده؟ اشتركوا في القناة